ما زالت إيران تماطل في برنامجه النووي وسط تساؤلات تطرح عن إمكانية العودة إلى مفاوضات فيينا مع نفاذ الوقت المسموح للتفاوض فالأسابيع المقبلة كما تراها صحيفة واشنطن بوس الأمريكية بأنها ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران قادرتين على العودة إلى المفاوضات غير المباشرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي بينهما وذلك وفق ما أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي إذ أكد جروسي أن كل الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مع الاتحاد الأوروبي الذي يلعب دور الوسيط أكدت له أنه إذا لم تكن هناك عودة كاملة لنظام الرقابة فإنه يستحل التوصل إلى اتفاق ليس هذا فحسب بل إن مهلة العودة إلى المفاوضات رهينة باجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر في منتصف تشرين الثاني ولطالما هنددت الأطراف الأوروبية بإدانة إيران والنظر في معاودة فرض عقوبات عليها إذا لم تمتثلي متطلبات التحقق من التزاماتها والسماح للوكالة بمعاودة مهامها أما الموقف الأمريكي جاء صريحا وعلى لسان وزير الخارجية من أن واشنطن تدرس خيارات أخرى إذا لم تغير إيران مسارها وبأن الولايات المتحدة على يقين على أن طهران على مسافة أشهر فقط من تجميع ما يكفي من مواد شطارية لصنع قنبلة في سياق المتصل قال الصحيفة الانديبندنت البريطانية إن الصفقة الرامية إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني معرضة لخطر الانهيار وذلك في ظل رفض أمريكي لتخفيف العقوبات وتردد الإدارة المتشددة في طهران بشأن فوائد التوصل إلى اتفاق وبهذا يكون البرنامج النووي الإيراني قد بلغ نقطة تصعب معها العودة إلى الاتفاق كما كان عليه في 2015 اشتركوا في القناة